كذلك حتى خلال النصف الأول شهدنا ارتفاع في الأرباح بالنسبة خلال النصف الأول وكان بأكثر من 8 في المئة الشرق المصرف حقق ما يقارب مليارين و700 مليون ريال أيضا هذا يأتي مقارنة بمليارين و500 مليون ريال حققها مصرف سامبة خلال نفس فترة من العام 2017 ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة كان بـ 8 في المئة واللي أيضا كذلك حقق فيها المصرف ما يقارب المليارين و900 مليون ريال أيضا كذلك انخفاض جمالي نفقات التشغيل واللي كان بـ 10 في المئة وساهم أيضا كذلك بنسبة في نمو أرباح القطع أيضا كذلك بنسبة انخفاض أنه أرباح النفقات التشغيل كان بأكثر من 10 في المئة واللي ساهم أيضا بشكل إيجابي في استمرارية ونمو أرباح المصرف في الربع الثاني وأيضا كذلك حتى خلال النصف الأول أيضا هذا يأتي مقارب أيضا كذلك بنسبة في الربع الثاني واللي كان أيضا كذلك على مكاسب إيجابية بأكثر من 10 في المئة ارتفاع أيضا كذلك وصلت إلى ما يقارب المليار و 400 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الحالي كذلك بالنسبة للارتفاع الصافي العمولات الخاصة المصرف حقق في الربع الثاني ما يقارب المليار و 500 مليون ريال كذلك أنه زيادة في إجمال إيرادات التشغيل كان بنسبة 4.6% والذي أيضا كذلك بشكل إيجابي ساهم بنسبة في نمو أرباح مصرف سامبا يأتي أيضا كذلك هذا في ظل أنه شهدنا أنه المصرف حقق ما يقارب المليار و 270 مليون ريال حققها خلال نفس الفترة من العام 2017 ارتفاع وانضح بنسبة في 10% و 20% في المياه ولكن أيضا بنسبة توسط توقعات المحلية بنسبة لأرباح مصرف سامبا كانت أعلى بنسبة المصرف فيما تم تحقيقها بأكثر من 5% كانت تتوقعات دون مليار و 400 مليون ما يقارب المليار و 330 مليون ريال ننتقل الآن إلى قطاع البترو كيمويات والقفز اللي حققها هذا القطاع مع إعلان ثلاث شركات من القطاع والآن بالنسبة مع النتائج الملي وقبل نلقي نظرة بالنسبة عن النتائج الملي نلقي نظرة الآن بالنسبة على سهم بالنسبة سامبا المالية في افتتاح الجلسة اليوم بعد المكاسب الإيجابية اللي حققها بالنسبة سهم سامبا و أيضا كذلك نصف الربع الثاني و أيضا كذلك حتى نصف الأول السهم اليوم على الثبات في بداية الجلسة 32.90 هللة للسهم نستكمل الآن ولكن مع النتائج المالية لشركة التصنيع واللي حقت أيضا كذلك قفزة كبيرة بالنسبة في أرباح الربع الثاني و أيضا كذلك حتى النصف الأول من العام الحالي أيضا كذلك أعلنت الشركة حقت ما يقارب 757 مليون ريال بنهاية النصف الأول من العام الحالي ولكن هذا مقارن بأرباح بلغت 196 مليون ريال تم تحقيقها خلنا في الفترة من العام أيضا كذلك 2017 ذكرت شركة التصنيع في البيان لها أنه كان هناك زيادة في متوسط أسعار بيع منتجات ثاني أكسيد التيتانيوم أيضا كذلك انخفاض تكلفة التمويل بالإضافة لارتفاع حصة الشركة أيضا كذلك ارتفاع الربح التشغيلي ب140 في المئة و محقق ما يقارب 785 مليون ريال كذلك أسعار بيع بعض المنتجات ساهمت بشكل إيجابي في نمو أرباح شركة التصنيع خلال هذا الربح أيضا كذلك بنسبة الربح الحالي بلغت فيه ما يقارب 300 و ما يقارب 231 مليون ريال بالنسبة لهذا الربح الشركة كان عندها ارتفاع في الإيرط بما يقارب 322 في المئة و بتحقيقها دون 400 مليون ريال بالنسبة لهذا الربح نلقي نظرة أيضا مشاهد الكرام بنسبة الآن على أداء السهم في افتتاح جلسة اليوم و نتابع أو أيضا كذلك نستكمل بالنسبة مع نتائج الشركة النصف الأول و اللي حقت أيضا كذلك ارتفاع في الربح التشغيلي كان بما يقارب 121 في المئة مليار و 478 مليون ريال حقتها الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي ترجمة نانسي قنقر